يشقون البحر فارين من واقع صعب على متن قوارب صغيرة قد تصل إلى الضفة المقابلة وقد تكون أيضاً حصيلة جديدة لمفقودين أو موتى تبتلعهم الأمواج هكذا بدأ حال المهاجرين غير الشرعيين الذين تقودهم أحلامهم لواقع أفضل هاربين من واقع يزداد تدهوراً يوماً بعد آخر ومشهد سياسي متحرك أصبح شبيهاً بحلبة مصارعة الأزمات السياسية في المنطقة زادت من حالة اليأس لدى قطعاً كبيراً من المجتمع ومثلت عاملاً مهماً يدفعهم نحو الإلقاء بأنفسهم في مستقبل مجهول تلعب شبكات التهجير دوراً في هذه العمليات وهي لا تستغل أزمة أمنية أو مناخية بل تنتهز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لتزيد من زبائنها المنظمة الدولية للهجرة ذكرت أن 1146 شخصاً توفوا أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عن طريق البحر في الأشهر الستة الأولى من عام 2021 فيما تحدثت منظمات غير حكومية أن العدد الإجمالي للضحايا في عام 2021 ارتفع بنسبة 103% مقارنة بعام 2020 ضمن خطوات مواجهة الظاهرة دعا باحثون اجتماعيون الدولة لاتخذ خطوات عاجلة واستباقية للحد من الخسائر في الأرواح والوفاء بالتزاماتها بمجب القانون الدولي خاصة أن معظم الذين يلقون حتفهم هم من النساء والرجال والأطفال اعتماد مقاربة شاملة وتوفقية في مجال الهجرة ترتكز بالأساس على محاربة الفقر والبطالة ودعم جهود التنمية في البلدان العربية وعدم الاعتماد على الحلول الأمنية وحدها كفيل بالقضاء على ظاهرة الهجرة أو الحد منها على أقل تقدير من عدة دول على رأسها العراق والسوريا ولبنان ومصر وشمال إفريقيا يتوزع ضحايا قوارب الموت الذين لم يجدوا بدا من الهرب من موت بطيء إلى موت